لو جينا إلى ناحية الشرعية ما هي الأشياء التي تستجلب بها البركة أولا التعلق بالقرآن الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فهو عظيم النفع عظيم الخير وفيه علوم الأولين والآخرين البركة العظيمة وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لو عمل به الناس لفتح الله عليهم بركات عظيمة لو أنهم عملوا أقاموا ما أنزل إليهم من ربهم قال الله سبحانه وتعالى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن بركته أنه يشفع لصاحب يوم القيامة من بركته الاستشفاء به ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة البقرة يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطل يعني السحرة من مستجلبات البركة الإيمان وتقوى الله قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات بلا حساب بركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم بركات أنواع وألوان وأشكال وصور بركات في النفوس والزوجات والأولاد والأرزاق والمشاعر والعيش والحياة والنصر والفتح والأمن بركات من فوقهم وشكال وحدة answers